ومن دبي تنضم إلينا جيرالدين غريفث المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية أهلا بك معنا سيدة غريفث وفي البدء ممكن أن نتساءل ما مدى تأثير هذه العقوبات على سيرة صناعة العسكرية التركية من وجهة نظر أمريكية مما جعلها تفرضها مساء الخير وشكرا على استضافة هذه هي العقوبات تستحدث الشراكة العسكرية مع روسيا فالولاية المتحدة تعتبر تركيا حليف مهم جدا وكمان تركيا عدو حلف شمال الأطلسي فنحن نسأل لحد من الشراكة العسكرية بين تركيا وروسيا لأنها منافية لشراكة بين تركيا وهلفائها الغربية فمن وجهة نظر الولايات المتحدة هناك أدت بدائل لهذه المندومة الدفاعية روسية ونحن نتطلع لمزيد من التقدم فيما يخص حد من استخدام هذه المندومة S-400 من البدائل كانت الـ F-35 الصفقة التي لم يكن فيها قرار حاسم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بالموضوع التركية هل يمكن أن تتغير وجهة النظر الأمريكية الآن لمنع تركيا من إنهاء صفقة S-400 أن تتجاوب في الـ F-35 الولايات المتحدة تشعر لتعزيز الشراكة الأسكرية بينها وبين تركيا فالخطوة العولة التي أعودت إلى برنامج طائرة F-35 هي إلغاء استخدام هذه المندومة الروسية فاستخدام هذه المندومة الروسية هذا يعرض لخطر المندومات الأسكرية الأمريكية والغربية فنحن منفتحين على المناقشات حول كيفية نستطيع أن نصل إلى حل لهذا المندومة كونك ذكرت بأن منظومة عسكرية غربية هي وليست فقط أمريكية ونحن نتحدث عن حلف النيتو ألمانيا مثلا دولة تشارك أيضا في منظومة F-35 في الصناعات وألمانيا عندها علاقة خاصة أيضا بتركيا وتركيا كانت جزء من هذه المنظومة هل ممكن أن نشهد تغير في العلاقة الألمانية التركية بسبب هذا الموقف وهذه العقوبات الأمريكية؟ أولاية المتحدة تركز على الانسجام بين عضو حلف شمال الأدلسي فنحن سوف ندرس الوضع وندرس التطورات ونحن نأمل بين تركيا سوف تأتخذ الخطوات الضرورية لعودة إلى برنامج طائرة F-35 لو ألغت تركيا صفقة الـ S-400 هل ستعطيها الولايات المتحدة الأمريكية الباتريوت؟ منذ بداية هذه المسألة قالت ولاية المتحدة أن شراء واستخدام منذومة S-400 غير مقبول من ويشة نظر ولاية المتحدة لابد أن يكون هناك تعويض بهذه الحالة غير مقبول وكون تركيا عضو في حلف الناتو إذا ضيق عليها مسألة شراء الباتريوت أو التعاون في موضوع F-35 بالتأكيد ستبحث عن بدائل وهي بحثت عن بديل S-400 لو قررت تركيا إلغاءها لأنه بومبيو بالأمس قال على تركيا أن تتراجع عن هذه الصفقة لنفترض أن تركيا قررت تتراجع عنها في تسهيلات أمريكية تجاه F-35 والباتريوت لن أفسع عن تفاصيل التشاورات الدبلوماسية بين ولاية المتحدة والتركية لكن أود أن أقول أنه مثل ما قال وزير بومبيو تقدم أولاية المتحدة بدائل لهذه المنظومة الدفاعية روسية ومثل ما قال وزير بومبيو عضوية تركيا في حلف ناتو مهم جدا فنحن نريد أن نعزز الشراكة بين أضاء حلف ناتو وسوف نصل إلى حل وسط وحل إيجابي لجميع الأطراف المعنية في هذا المجال هذه القصة توتر العلاقة أيضا داخل دول حلف ناتو بالإضافة إلى قصص أخرى كانت تركيا ذراع فيها هو الصراع في شرق المتوسط قضية اليونان وقضية قبرص وغيرها هل أصبح حلف ناتو في خطر؟ وما مدى تأثير مثل هكذا شد وجذب على العلاقة داخل حلف ناتو أصلا؟ أولاية المتحدة ملتزمة كامل الالتزام بحفاظ على فعالية حلف ناتو ومنذ فترة قليلة شارك وزير بومبيو في مؤتمر ناتو ومن وشة نظر الولايات المتحدة المناقشات الدبلوماسية مهمة جدا لحفاظ على أحميات هذا الحلف وإيجاد الخطوات اللازمة لتكريس هذا الحلف في المستقبل في أخبار تحدثت عن أنه قد يكون هناك رغبة لدى الولايات المتحدة الأمريكية في نقل قاعدة أنجرليك حتى لا تكون هذه القاعدة مصدر للتهديد لأن تركيا كانت هددت بمسألة القاعدة أنجرليك إذا ما اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية قرارت في العقوبات تجاهها هل من تغيير في وضع قاعدة أنجرليك؟ أولاية المتحدة تقدر بالشراكة الأسكرية بينها وبين تركيا وطبعا نحن نناقش هذه القاعدة مع الهكومة تركيا لكن هذه القاعدة تأتي في إطار القانون دخل إلى تنفيذ منذ أكثر من ثلاثة سنوات فمنذ بداية إدارة ترامب قمنا بمناقشات ديبلماسية مع الهكومة تركيا حول هذا القانون وأحمية استفاة شروط هذا القانون ونحن متفاعلة عن حول مستقبل الشراكة الأسكرية بين ولاية المتحدة والتركيا أنا أعرف تماما أن حضرتك المتحدة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية الحالية ولكن لا أدري إن كان هناك أو كان في موقف لهذه الإدارة الأمريكية أصلا من حلف النيتو ومسألة التمويل ومسألة الدفع للاستحقاقات هل سيكون هناك تغير تجاه النظرة للحلف مع الإدارة الأمريكية القادمة؟ لا طالما كان حلف ناتو بغاية الأحمية لولاية المتحدة فلن أستبق الأحداث بعد تنسيب الرئيس الجديد لكن حلف ناتو مهم جدا لولاية المتحدة ونحن نتطلع لمزيد من التعاون مع الحلف في المستقبل جيرالدين جريفث المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا